اهلا بكم من جديد مشاهدين اتعرضت نقطة المراقبة التركية في قرية شيرمغار غرب حما لقصف مدفعي مصدره قوات النظام فيما شنت طائرات الحربية الروسية والتابعة لنظام عشرات الغارات على ريفي حما وادلب نتابع التقرير التالي للمرة الاولى منذ تصعيد العسكري للنظام واروسيا على ريفي حما وادلب قصف مدفعي مباشر يسادف نقطة المراقبة التركية في قرية شيرمغار بريف حما مراسل حلب اليوم افاد بتعرض النقطة التركية لثلاث قذائف مدفعية مصدرها قوات النظام المتمركزة في قرية الكريم بسهل الغاب وعلى اثر الحادثة هبط ثلاث مروحية التابعة للجيش التركي في نقطة شيرمغار لنقل اربعة مصابين بحسب ما افادت به وكالة داميرورين التركية روسيا اوا في محاولة لخطق مبررات لتصعيدها العسكري بريف ادلب وحما قالت ان فصائل محافظة ادلب يعملون على تشكيل ما اسمتها مجموعة ضاربة بهدف التقدم الى مدينة حما الخضع لسيطرة النظام موقع روسيا اليوم نقال عن فيكتور كوبيتشيشين مدير مركز حميم الروسي ان من وصفهم بالمسلحين يحشدون قواتهم في مدينتي لطامنة وكفرزيتا بريف حما الشمالي وان عمليات الحشد تحت قيادة هيئة تحرير الشام نظام لاستزج بطائراته الحربية من طراز سخوي الى جانب المروحيات في حملة القصف على رفي حما وادلب حيث نفذ بالاضافة لطائرات روسية عشرات الغارات الجوية مستهدفة اكثر من خمس وعشرين بلد وقرية حيث خلفت الغارات الجوية عشرات ضحايا عشرات الالاف بريف حما وادلب ارزحون تحت وطأة القصف الجوي اضافة الى الاف اخرين دفعهم التصعيد للنزوح الى الحدود السورية تركية واصغي باية بوادر للتهديئة طبعا ننوه السادة المشاهدين انه من المفترض ان يكون معنا مراسلنا ابراهيم للسويد من اجل ان يضعنا في تفاصيل اكثر حول ما يحدث في ريف ادلب ولكن بسبب شدة القصف هناك لم نستطع الاتصال به طبعا نتمنى له ولجميع من يتواجد في مناطق القصف ان يكونوا جميعا بخير سيد هشامس كيف يعني بالنسبة للقصف كما شاهدنا في التقرير يطال العديد من المناطق حتى يعني استهدف نقاط تركية ما سبب كل هذا التصعيد اذا طبعا البارحة قلنا على المنبركم الكريم ان السبب الاساسي هو هذا الملف سياسي بحت روسيا خسرت اوراقها السياسية كاملة بالنسبة لبيئة سيتانا لم تستطع تمرير اللجنة السورية كما تريد والستة اسماء اقترحت ثلاث مقترحات ان يكون ثلاثة اسماء من عندها وثلاثة من عند الامم المتحدة ثم سحبت هذا الاقتراح وضعت اربعة اسماء من الامم المتحدة واسمين من عندها رفض هذا الاقتراح اصرت الاتراق والامم المتحدة ان هذه ست اسماء وصلوا الى ان شطبها مرحلة ان هذه ست اسماء مستعدين لشطبها وعدم قبول اي تعديلات على هذه القائمة اذا روسيا فقدت كل الاوراق في السياسة اضف الى اقرار اللجنة الدستورية سوف تكون تحت رعاية الامم المتحدة اي سحبها ببساط من سوتشي نهائي وسحب الملف الى الامم المتحدة في جينيف كل هذه الخسائر السياسية واضف الى فشلها في تعويم النظام وفتح السفارات والعقوبات على النظام وابتزازه وكل هذا الملف كاملا الملف السياسي وفشل الروس في اعادة بعث الحياة في هذا النظام ادى الى هذه الردود العسكرية لتحسين مواقعها سياسية او لتحسين مكاتب مكاسب سياسية اضافة ان نفيدكم ان القواعد الاجرائية للجنة السورية ايضا جرى اقرارها بنسبة مريحة بنسبة لثورة وقوى ثورة والمعارضة وحرمان النظام وايران ومن وراء روسيا بنسبة مريحة لأخذ اي قرار هذا وراء هذه الهجمة الشريسة وجن جنون روسيا روسيا الان اشبه بدب قطبي ادخلتموه الى غرفة من الفخار يحاول ان يكسر يحاول ان يعربد يحاول ان يخترع الحجج اذا الرد التركي وحتى ايضا استهدف قاعدة القاعدة النقطة العاشرة في منطقة شيرمغار لم يكن الروس بعيدين عن هذا الاستهداف هم الذين اعطوا تمام الاحداثيات ورضوا عن الاستهداف تماما والرد التركي اعتقد بان لم تسحب القوات لن تتراجع القوات التركية واصرار الاتراق على متابعة الاتفاق والالتزام بالاتفاق واجبار الروس الى الجلوس مرة اخرى على الطاولة فيأتي يوم او يومين ويجلس الروس على الطاولة من النقطة التي تحدثت عنها سيادة العقيد يعني ما الذي ستكسبه روسيا من القصف اذا كانت خسرت كما قال السيد هشامس كيف يعني كان هناك خسائر سياسية وفشل في تعويم النظام وما الى ذلك ماذا ستستفيد الحقيقة هناك كان مخطط بين الجانب الروسي والجانب والنظام من اجل تنفيذ عملية عسكرية اثناء ما كان الوفود بالتفاوض في سوتي الوفود عن التفاوض من اجل باستانا من اجل تمرير الموضوع الدستور ومن اجل قرار بعض لكن للأسف النظام عند وصول الوفود بدأ بالقصف على ريف حماو وريف ادلب فكان هدف تنفيذ عملية كبيرة التقدم الى 15 كيلو متر على عمق المنطقة مع منزوعة السلاح مع السيطرة على مدينة والاحتفاظ فيها سيطرة عليها من اجل رفع السفق في المفاوض لكن اذا اقول فشلت المفاوضات ولم يحدث شيء في استانا وشن النظام عدة غارات وشن هجمة جوية بكافة انواع الاسلحة المدفعية والطيران وعاد عمل الحوامات ببراميل الموت على هذا الشعب من اجل نقل المعركة هو عنده نظام عنده ايضا عنده مشكلة داخلية وعنده معركة داخلية كادت عن تحدث معركة داخلية والنظام وصل الى مرحلة سيئة جدا جدا طوابير والشقاق بالصفوف والشقاق بالصفوف الحالة الاقتصادية متردية جدا جدا فاستطاع عبر نقول المفكرين الذين عنده النظام مع الجانب الروسي ان ينقلوا هذه المعركة من معركة داخلية بين النظام والشعب السوري في المناطق اللي خاضر على سيطرة النظام الى معركة خارجية بقصف الشعب السوري في المناطق المحررة فوقفت هذه الهجمة الداخلية على النظام وعلى أعوانه عندما أصبح القصف على المناطق المحررة فاستعاد أنفاسه والنظام حاليا أنا أقول استفاد النظام استفاد جانب روسيا النظام استعاد أنفاسه والهى الشعب بموضوع الحرب والإرهابيين يريد أن يسيطروا على المنطقة وهم اللي قطعوا الوقود عن المنطقة ويجب أن نتقدم ويجب أن نحرر من أجل أن نوصل لكم النفط هذه تغريدات النظام على جانب بالإضافة لذلك إذا النظام أراد أن يشمع عملية برية أو كبيرة فهو ليس خاسر شيء هو يجند أنه لديه خزان بشري كبير جدا جدا من الشعب السوري لديه آلاف بالمئات الآلاف من المقاتلين الذي استطاع تجنيدهم من بعد المصالحات اليوم جند حوالي ستين ألف مقاتل من الذين ذهبوا إلى المصالحات مع هذا النظام المجرم فهو عازم وقد يغامر بعملية برية ولكن أكيد لن ينجح وجرب وتم الصد من قبل فصائل المنطقة هيئة حريش شام وفصائل الجيش الحر الموجودة ولكن أقول حقيقة كان الرد خجول جدا وهذا لا يرتقي بالنسبة للقصف الروسي هل هناك أي رسائل أراد إيصالها من قصفه النقطة التركية خاصة الحقيقة الروس لم يقصف النقطة التركية الذي قصفه هو النظام النظام هو اللي قصف منطقة القاعدة التركية بشير مغارب بمنطقة جبل شحشبو هي رسالة النظام أراد أن يعرف مدى صبر وتحمل الأتراك على هذا القصف تبعه الإجرام نحن نقصف الشعب السوري اللي محاذي بجانب بحماية الشعب التركي بحماية الجيش التركي فنجرب نقصف النقطة التركية ردد فعل تركية ما هي ردد فعل تركي هي اختبار اختبار عسكري للجانب التركي نعم لتإضاحة أيضا في هذا الملف هنا أنا في العقيدة الميدانية الآن لا يوجد نظام من يرسل الرسال على الحقيقة هي إيران إيران من تحتج أيضا على تركيا لأن تركيا قررت الذهاب باتجاه أمريكا والعودة عن هذا الحلف الآن إيران هي من تحرك لا يوجد في العقيدة الواقعية الآن نظام الأسد إذن يعني يمكننا القول أن هناك يعني فتح معركة شاملة وفقا للتداخل جميع الأطراف واليسمعني الآن مسؤولين النظام الآن من يحرك النظام ما هو موجود في دمشق وعلى الأرض هم الحرس السوري الإيراني لا يوجد قطعات جيش سوري من هم على الأرض هم إيرانيين فقط وسيطرة كاملة للفصائل الإيرانية على كل مفاصل القرار العسكري في سوريا مناصفة بين روسيا وإيران هذا الاستهداف يمكننا القول عنه أنه فتح لمعركة شاملة نعم إيران تريد أن تقول إما تسهل لي أموري وتمنع عني الحصار أو أنا سوف أتخذ موقفا معاديا من مصالحكم لا يمكن أن تعتدوا على مصالحي هي إيران تقول أن تعتدوا على مصالحي وتبقوا مكتوفي الأيدي سوف أعتدي على مصالحكم وتهدد الجميع يجب أن يعيد جميع لا يوجد نظام سوريا على الأرض يوجد قوات إيرانية وإيرانية فقط طيب نعم بالحديث عن قصف النقطة التركية سيادة العقيد يعني هناك من وصف أن القوات التركية كان ردة باهت يعني هل تتفق مع هذا الطرح أم ماذا أنا لا أقول باهت نقول دائما الأتراك لديهم طاقة كبيرة من الصبر للأسف يعني لديهم صبر كبير وهم النظام المجرم نظام بشار أسد راد أن يختبر صبر الأتراك الأتراك فعلا لديهم طاقة تحمل كبيرة وعلى ما يبدو أنه ما رأدوا أن يخربوا ملف التفاوض بالجانب الروسي الجانب الروسي تصل مع الجانب التركي وحاول يخفف الأمور ولكن أضيف كما تحدث ضيفك الكريم سالس كيف أنه الموضوع الميليشيات الإيرانية اليوم الجانب الإيراني من المنطقة هذا القطاع هذا انسحب منه جانب إيراني أصبح جانب إيراني بالجهة الشرقية ريف إدلب الجنوبي تحكم بريف إدلب الجنوبي هذه النقاط هذه جميعها قوات النمر قوات سهيل الحسن المسيطرة على جبهة الغاب جبهة قلعة المضيق والغاب هذه قوات جميعها قوات العميد سهيل الحسن هذه المناطق كلها قرى علوية هي محاذية لسهل الغاب أيوة اللي في قلعة المضيق والقرى ريف حماء ريف حماء ريف حماء الشمالي هذه جبهة مفتوحة فيها معسكر بريديج فيها عدة معسكرات لقوات النظام فيه معسكر أيضا قوات روسية متواجدة على بعد 35 كلمة في معسكر آخر نعم سأعود لهذه النقطة ولكن بعد فاصل قصير مشاهدينا هل سيصفر قصف نقطة شنمغار عن سحب نقاط المراقبة التركية من المنطقة ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اهلا بكم من جديد مشاهدينا بدأ نشر نقاط المراقبة التركية منذ عام 2017 وانتهت العملية بنشر 12 نقطة مراقبة عام 2018 المزيد مع عمار تفضل عمار بالفعل حلا نقاط المراقبة التركية التي تم إنشاؤها في منطقة خفضة تصعيد النقطة الأولى نقطة صلوة تم إنشاؤها بتاريخ ثالث من تشرين الأول عام 2017 وفي الثالث والعشرين من تشرين الأول من ذات العام تم إنشاء نقطة المراقبة في دارة عزة وأيضا في التاسع عشر من تشرين الثاني من عام 2017 تم إنشاء نقطة المراقبة في جبل عقيل وفي الخامس من شباط من عام 2018 تم إنشاء نقطة تل العيس أما في التاسع يعني بعد أربع أيام أربعة أيام فقط تم إنشاء نقطة المراقبة في تل الطوقان وأيضا حلا في الخامس عشر من أذار من ذات العام 2018 تم إنشاء نقطة المراقبة في الصرمان وأيضا في نفس العام 2018 النقطة المراقبة السابعة كانت في السابع عشر من أذار وهي نقطة عندان وطبعا تظهر على الشاشة هنا وثم نقطة الزيتونة في الثالث من نيسان من العام 2018 لتأتي بعدها نقطة مورك في السابع من نيسان عام 2018 أيضا والنقطة العاشرة هي نقطة الراشدين نقطة الراشدين تم إنشاؤها في التاسع من أيار عام 2018 وفي النقطة الحديثة عشر في جبل شحشبو هي نقطة شيرمغار انشأت في الرابع هنا نقطة شيرمغار في الرابع عشر من أيار عام 2018 تعرضت للقصف أمس لأول مرة نقطة مراقبة تركية تتعرض للقصف النقطة الأخيرة هي نقطة اشتبرقها هنا وهي في جزر الشهور تم إنشاؤها في السادس عشر من أيار في العام 2018 أيضا إليك حسنا شكرا جزيلا عمار سيادة العقيد كنا نتحدث عن إيران قبل الفاصل ما الذي يزعج إيران في الشمال المحرر هي اليوم لا تنظر إيران إلى موضوع الشمال المحرر تنظر أنه بالتعاون مع هذا النظام المجرم يجب القضاء على جميع الفصائل الفصائل الثورة السورية يجب إنهاء الثورة السورية هذه الثورة السورية التي خربت المشروع الإيراني خربت مشروع الهلال الشيعي الثورة السورية فضحت فضحت السياسة الإيرانية على مستوى العالم جميع دول العالم حتى وسائل إعلام تركية يعني تحدثت عن وقوف إيران وراء القصف الحاصل حاليا ممكن 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 رغم أنه أنا أقول أنه إيران حاليا تحاول أن تحابي تركيا وتكون متعاونة مع الجانب التركي لتمرير بعض الأمور الاقتصادية خاصة بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة ومنع تصدير النفط الإيراني بشكل كامل وخاصة تربط إيران وتركيا علاقات تجارية كبيرة جدا وهناك حدود برية كبيرة جدا ممكن أن تفتح طريق تعويض لإيران عن خسائرها ببعض الأمور ولكن إيران هي مع أطفاء شعالة الثورة السورية هي من صمدت هذا النظام واعترفها كافة المسؤولين الإيرانيين على أعلى المستويات أنه النظام بشار الأسد بالـ 2013 نهار آلة للسقوط وصمدنا بالـ 2015 أيضا كاد النظام أن يسقط وتعاون الروس والإيرانيين على صمد هذا النظام هي لديها مشروع ماضية فيه سيطرت على قرار أربع عواصم عربية لكن الثورة السورية أوقفت أن تحصد إيران ثمار هذا المشروع وبدأ المشروع الإيراني بالتراجع يعني وقف إلى عند هذا الحد وبدأ بالتراجع والإنهيار سيادة العقيد بالعودة إلى القصف وسائل إعلام النظام تتحدث بكثافة حول موضوع أن القصف سيؤدي إلى إغلاق أو سحب القوات التركية وأيضا نقاط المراقبة يعني هل هذا صحيح؟ لن تنسحب القوات التركية ولن تنسحب من نقاط المراقبة حتى لو كثف النظام حتى لو كثف النظام قصفه وغاراته حتى لو أصيبت قاعدة وقاعدتين الأتراك عندها سيكون لديهم رد أكيد حاسم وتختلف الأمور عندها تستقف عند هذا الحد أكيد ولن يتجرأ النظام مرة أخرى على قصف القواعد التركية هذا عبارة قلت لك بالبداية الحديث أنه هذا جسد نبض للجانب التركي النظام يريد أن يختبر صلابة وتحمل الجانب التركي مدى الجانب التركي هل هو ماضي في مشروع التعاون الروسي مع الجانب التركي من أجل الحل السياسي والجانب التركي وجده بهذه المناطق من أجل أهداف أخرى فلي أريد أن يختبر صبر الأتراك ولكن القصف سيتوقف وستنتهي عملية النظام ولكن أقول أنا للأسف الفصائل كادت فرصة طيبة للفصائل الجيش الحر وهيئة تحرير الشام أن تلقن هذا الدرس هذا النظام المجرم درس قاسي بتجاوز عن إرادة الأتراك حتى لو الأتراك ما رغبوا كان عليهم أن يردوا بالمثل وأكثر النظام عم يهجر شعبنا قصف بكافة الوسائل المتاحة عليه الرد كان من جانب الفصائل وهيئة تحرير الشام للأسف من جانب تحرير الشام رد خجول ورد لا يرقى إلى مستوى للأسف يعني اللي حدث أن نفذ النظام فاليوم الشارع شعبنا السوري فعلا يأسف ويقول لماذا لا ترد هيئة الشام أين أرتال هيئة تحرير الشام التي كانت تخذ الفصائل أين هيئة تحرير الشام عندما تحرك من أجل أمر ما فلماذا لا تقوم بالهجوم المبادرة بالهجوم على هذا النظام مجرم وهيئة تحرير الشام هي خارج خارج الاتفاقات كلها هلأ قد يكون الجيش الوطني الجيش الحرم مقيد ببعض الأمور بعد جانب التركي باتفاقات سياسية لا يريد يخربوا المسار السياسي ولكن هيئة تحرير الشام أنتوا خارج جميع الاتفاقات يجب عليكم أن تردوا على هذا النظام مجرم بالمثل ثلاث أضعاف أو خمس أضعاف يجب كان ضرب قواعد النظام مقرات النظام ضرب المنطقة الحساسة النظام ضرب المطارات القريبة مطار الحماوة ومطار حميمين وتوجيه ضربة ليس جعل هذا النظام مجرم لكن لليوم لن نشاهد النتائج صار أصبح هناك عمل صد عسكري من قوية الفصائل الجيش الحر تدمير دبابة أو اثنين أو ثلاثة تدمير آليات جزاهم الله وكل خير كل من شارك بهذا العمل صد هذا النظام مجرم ولكن كان يجب أن يكونوا بالمبادرة والرد مباشرة على هذا النظام مجرم نعم طيب سيد هشامس كيف يعني إن ربطنا الأحداث قريبلا ببعض قصف النقاط التركية هل له علاقة بما حدث في منطقة الرفعات نعم قيام الروس بعد كما قلنا الخسارة السياسية الروسيا حركت كل الأوراق مرة واحدة حركت موضوع ترفعات في عناق قصفت قوات قصد قوات تركية حركت موضوع إدلب والهجوم الشرس الهمجي الذي صار قصف القوات التركية بشيرمغار هو مرتبط بكامل الملف وليس بالحيسية بين ترفعات وما يحدث بإدلب العودة قليلا إلى الوراء إيران تريد الوصول إلى أمرين الوصول إلى المتوسط برا ثم تأمين طريق بغداد بوكمال دمشق الضاحية هذا حرب الطرقات الآن شغالة على أشدة لا ننسى أن هناك بوادر تحطيرات على العمل على البوكمال لاسترجاع البوكمال من قبل مغاوري الثورة فهذه إيران تتحرك ضمنها للمحيط تريد أن تفك عزلتها الجغرافية تريد أن تصل ما بين طهران بغداد البوكمال دمشق الضاحية هذا الحلم الفارسي الذي يراود إيران وقاب قوسينيا وأدنى كانت أن تحققه ولكن وويد سيادة العقيد قامت الثورة السورية وأفشلت وأجهضت هذا المشروع ولذلك تشعر إيران بالعداء للشعب السوري وبالعداء للثورة السورية وتدفع كل هذا الدماء ليس كل ما لعيون النظام بالعودة إلى الشمال المحرر والقصف على إدلب وحمى تحديدا هناك حديث إعلامي روسي عن تحضير العملية عسكرية أو تحضير الفصائل لهجوم على حمى كيف تنظله؟ هذا المسؤول الروسي الذي أعلن عن هذا الهجوم فليخبرنا ماذا حصل في بلدة أبو دالي عندما اجتمع مع الجولاني إذا لديه الشجاعة الأدبية فليخرج وليقول ما هو فحوى اجتماعه مع الجولاني في عام 2017 إذا كان يقول أن فصائل الجيش الحر تحضر بقيادة تحضر لعمل على مدينة حمى فليخبرنا إذن ماذا حدث في بلدة أبو دالي وعلى أي أساس سلمت جبهة النصرة ثلاثمائة قرية في ريف حلب الجنوبي فليظهر الجولاني فليقول لنا عن فحوى اجتماع أبو دالي أو الروس إذا كانوا جادين فعلا وهذا الخبر لم يكن دسيسة هذا خبر عاري عن الصحة تماما فليقول لنا ماذا حدث في أبو دالي ودائما جاهزة هي تحضر هي جاهزة لتبرير أي شيء في يد الروس هي شماعة تلبس أي شيء في يد الروس نعم بشكل مختصر جدا سيادة العقيد كيف تعلق على موضوع تحضير الفصائل لهجوم في حمى الحقيقة لا نعول على معركة قادمة كبيرة تقولها هيئة تحريش الشام في هذه المنطقة على ما يبدو أنه الهيئة راضية بما عم يجور من المنطقة لو كانت غير راضية بشكل جدي كانت المعركة يجب أن تعمل منذ بدأة القصف والحملة التهجير والقصف العشوائي الذي قام به النظام قد يحدث عملية صد لقوات النظام ولكن معركة وتحضير للمعركة أين هم من تحضير معركة عندما يأتي العدو عم يهاجمك بأرضك ليش ما تصد عليه يعني بدك تحضير بدك زمن شهر تحضير لديك طائرات لديك بارجات سفن بدك تحملها وتغزيلها بلد أخرى ما أنت في خط التماس مباشر مع العدو العدو أمامك بمرمى سلاحك فلماذا ما رده بشكل فوري مباشرة على هذا النظام لماذا من طلقت المعركة فور بعد 12 ساعة بعد 24 ساعة تحضير أي قوة أي جيش لا يستغرب يستغرب أكثر من 48 ساعة فشو لما نحن أن يقوموا برده على هذا النظام ونفذوا عملية كبيرة ضد النظام إذن يعني ربما هو مجرد يعني حديث وكلام إعلامي كلام إعلامي للأسف أشكرك جزيل أشكر سيادة العقيد زياد حاج عبيد المحلل العسكري والاستراتيجي لمشاركتك معنا في حلقة اليوم وأيضا كل شكر لك سيد هشام سكيف نائب مسؤول المكتب السياسي للواء السلام طبعا كنت قد معرفتك بطريقة مختلفة بداية الحلقة الشكر موصول لكم مشاهدينا نلتقي غدا في حلقة مقبلة من برنامج تناي الخبر إلى اللقاء اشتركوا في القناة